وحريك متخصصة في فن إيه؟ الجداريات التصوير الجداريات وبالتالي بارك سؤالنا القادم ما هي الجداريات؟ التصوير هو الرسم بالألوان اللي هو الناس بتختلط بينه وبين فكرة الفوتوغرافية لا هو البينتينج لكن التصوير الجداري هو الرسم والتجميل على الحوائط أو الأسقف أو الفتحات المعمارية أو الأرضيات بخامات قابلة لإنها تعيش وتلتحم مع العمارة يعني إحنا دلوقتي التصوير الجداري ده بدأ منذ بدء الخليقة اللي زي في الكهوف الأديمة أوي البني آدم عايز يعبر عن نفسه بقى بأي أحجار أو حاجة يرسم على الحيطة يخربش وبعد كده جال مصر الأديم ورنا التصوير الجداري بقى اللي هو المقابر والمعابد ثم اليوناني الروماني والقبطي على الكنائس والإسلامي في المساجد وبعدين النهضة بقى الحديثة يعني الفن التصوير الجداري هو أصل الفن التصوير أو الرسم الحديث ده اللي هو على اللوحات ده عشان بقى صعب التصوير الجداري لكن في عودة مرة تانية لقناها في كورنيش اسكندرية لقناها في المترو الأنفاء ولقنا ابتدى التصوير الجداري يرجع تاني بخامات حديثة بخامات ملونة زي الأزمالتي ويدخل معها نحت ويدخل معها حبال ويدخل معها حاجات كتير يعني حاجاتك بتقولي أن الجداريات بمعنى من أول السقف والحوائد والأرضيات أيضا أيوة الجداريات هو عمل فني بيعمل إيه؟ بنعمل عمل فني يخدم المكان ووظفته ويرتبط بوظفته يعني أنا لما أعمل جدارية المسجد غير الكنيسة غير مطعم غير فندق لما أعمل جدارية جوة بيت ارتفاعه ثلاثة متر غير لما أعملها على وجهها برة عشان ارتفاع المبنى لما أعمل جدارية في إضاءة صناعية غير الإضاءة الطبيعية لما أعمل جدارية في الشارع لازم أشوف الشارع نفسه طريق سريع ولا بطيء عشان التفاصيل بتاعة الجدارية لو في الشارع يعني لو طريق سريع هايوي لازم ما يكونش فيها تفاصيل عشان ما يعملش عشان المر بيمر بسرعة بسرعة وكمان ما يعملش استضام مع حد واقف يبص لا ده هيتفرج على لون بسرعة أما لو طريق بطيء اعمل تفاصيل عشان الناس يتفرد جدارية في الشارع ممكن جدا تتضفر مع الحاجات اللي حواليها مع شجرة مع فتح التكييف مع عمود نور فنعمل جدارية ويبقوا دول كمان من جواها يعني في نفس التصميم تخدم عليها جزء من التصميم طبعا دي الجداريات والجداريات دي أسرع وسيلة اتصال جماهيري الناس كلها لما بتشوف الجدارية الملونة في الشارع بتقف تتصور وتتفرج وتحس باللون وبينعكس على زقها هو كده يعني جداريات اسكندرية ربنا يدي الصحة ويطول في عمره أستاذنا الدكتور عبد السلام عيد بقيت مزار بقى والعرائز بيتصوروا جنبها اللي هي عند المستشفى هناك في مصطفى كامل دي جداريات اسكندرية في مترو الأنفاء في جداريات اللي هي عملها أسات ذاتنا برضو دكتور أحمد نبيل دكتور زكريا الزيني والناس دي بخمات المزايك المزايك دي برضو خامة برضو بترجع لإيطاليا أو اسمها أزمالتي قطع صغيرة من الألوان خمات زي أحجار شبه كريمة كده فيها ألف درجة لون بيبتدوا يشتغلوا بيها العمل الفني يعني يرسموه بالخمات علشان دي قابلة إنها تعيش مع الزمن ترجمة نانسي قنقر